السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي المشاهدين ومتتبعين وصفة اليوم هي الحسيلة التي تحضرها في الدار تجيكم مخفيفة بثاف وثقيلة بثاف هذه الوصفة بثاف سهلة وتوجد بسرعة يعني تحتاج الحسيلة بثاف للحلوية التالعيد على هذه احبيت نمدكم الوصفة الوصفة عندنا كيلو كامل تصكر وعندنا كذلك تذكيسين بهذا الكاس تذكيسين تعمى هنا كما قلت لكم كيلو تصكر هنا نجو نقسم السكر تاعنا نقسمه يعني على ثنين يعني بشكل عشوائي يعني مش يلزم دير ورطال هاك ورطال هاك يعني تقسموه على ثنين النصف اللول ديرو في كيك وطاولة ديرو في طاجين يكون ثقيل يعني من أحسن يكون ثقيل وديرو له كذلك يعني كطرة تعلماء يعني ما تكثرولوش بزاف يعني نصف انجال ولا تعمى غير باش السكر تحكم ما يدلكمش يعني الحوبيبات يويدوا بكم يعني كامل على حبة احنا درت السكر اللي كو درته في كيك وطا درت له جغماما ودرت له درته فوق النار وخليته ياخذ اللون البني هنا يا اه بالنسبة للسكر يعني الثاني يعني باقي السكر درت له ذكيسين تعمى ودرته في أشوار تقدروا في أشوار والأحسن نديروه في بلندر لما كيش عندكم بلندر يعني تع الفوق هي اللي ترحو به يجي يعني ديروا الأشوار عادي هنا نجو نميكسوا كامل السكر مع الماء حتى اللي نحتلذوا بالنا السكر نتحصلوا على هذا الماء والسكر يعني يجو على الشكل شربت وأنا لا يجب أن تغفلوا حتى اللوني يكون يكون يعني تدكرامل أنا الي simدا يجب أن تلدي علي송 اللون إن يكونوا تحبيني عليه هنا بعدما جهزينا السكر يعني واذب كامل تعصينا على اللون البني اللي yearnachبينو هناً لما أنا لم أدرتو كامل على ضربة يعني ادرت شوية في اللول بعد ونقومي اللوات الماء الل 어떤 سكر يتحول لكراميل يعني بده لون البني عليه كاراميل زيت ضفط باقي المكونات على الماء يعني ما درتمش كامل على ضربة لأنه الفيديو يعني معلو ورح لي ولكن رانين يعني نخبر فيكم باش تدو كامل الوصفة كاملة وخليتوا كذلك يعني اعطيب شوية حتى اللي تلقاوها يعني بداية ثقال لكم كما راكم تشوفوا هنا يعني رامزا ما بردليش مليح ولكن يعني جاني قيل وجاني يعني كما يحب الخاطر إن شاء الله هتجربوا الوصفة وتنال إعجابكم